بداية كشف مصدر رسمي من وزارة الصناعة والمناجم عن وقف وتجميد نشاط تركيب الهواتف الذكية بالجزائر ابتداء من الفاتح جوان أو عفوا جنوبي 2020 وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لنشاط تركيب الهواتف الذكية بالجزائر حيث أظهر التقييم عدم تسجيل أي قيمة مضافة للقطاع الصناعي رغم كل الامتيازات والإعفاءات الضريبية والجبائية التي تحصل عليها أصحاب مصانع التركيب حيث كبدت الخزينة العموية خسائر بملايين الدولارات حسب نفس المصدر دائما هذا وقررت وزارة الصناعة والمناجم العودة لاستيراد الهواتف الذكية كمنتوج نهائي بدل استيرادها كأجزاء اسكادي مع دفع كامل الحقوق الجمهورية المقدرة بـ 30% وأيضا الرسمة الإضافية الوقائية المؤقت والمقدر بـ 60% وللإشارة فقد شرعت منذ سنواتنا زيادة من عشرة علاماتنا الأكثر انتشارا عالميا بالسوق الوطني في الاستثمار في مجال تركيب الهواتف الذكية بالجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر